شارك العشرات من المحامين والحقوقيين الفلسطينيين الثلاثاء في وقفة احتجاجية رفضا لاستمرار فرض الحصار الإسرائيلية على القطاع وللمطالبة برفعه ورفع المشاركون في الوقفة التي دعت إليها جمعية محامون ضد الحصار أمام معبر بيت حانون شمالي القطاع لافتات طالبت بإنهاء الحصار عن غزة وإنقاذ سكانها من الموت المحقق وقالت المحامية والعضو في الجمعية فات لولو في كلمة لها خلال الوقفة نطالب المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بالتحرك العاجل رفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 13 عاما وأشارت لولو إلى أن الإجراءات الإسرائيلية المتعاقبة والمتعددة بفرض مزيد من القيود على حركة البضائع من وإلى قطاع غزة خلق مأساة إنسانية بالغة التعقيد وفي السياق ذاته أكد منسق وحدة حقوق الإنسان في نقابة المحامين الفلسطينيين عادل مهنى أن الحصار المفروض على قطاع غزة أدى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية لسكان القطاع وطلب الجهات الدولية بالعمل بجدية لرفع الحصار عن غزة وتوفير حياة كريمة لأبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان سيما وأن ذلك حق مكفول في المواثيق الدولية كافة وشدد مهنى على أنه في نقابة المحامين سيواصلون الالتفاف مع الشعب والقضية الفلسطينية حتى يسترد حقوقه كافة مؤكدا أنه لا يضيع حق وراءه مطالب ويفرض الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة حصارا مشددا منذ 13 عاما حيث يغلق جميع المعابر والمنافر الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 باستثناء فتحها جزئيا لدخول بعض البضائع والمسافرين وأثر الحصار المفروض على قطاع غزة على الوضع الصحي للقطاع ما أدى إلى تراجع المنظومة الصحية في إطال نقص الدواء ودخول أزمة الكهرباء والوقود على القطاع الصحي بصورة خطرة